مجدون لأهم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم شهدت عدة محافظات عروضا عسكرية وكرنافلية مهيبة واحتفالات شعبية وجباهرية بمناسبة العيد الوطني الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وتزمنت احتفالات هذا العام مع تقدم يحرزه الجيش الوطني ضد ميليشي الحوث الانقلابية التي قادت انقلابا على السلطات الشرعية في الحادي والعشرين من سبتمبر للعام الفين واربعة عشر كما شهدت مدينة تعز صباح اليوم حفلا كرنفليا بالذكرى الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة وسط حضور رسمي وشعبي وفي الكرنفال الذي شاركت فيه جموع غفيرة من مختلف فئات أبناء المدينة جدد المشاركون تأكيدهم على موقفهم الواضح والمؤيد لكل الثورة اليمنية ورفضهم القاطع للتأمرات كافة التي تحاول النيلة من مكتسباتها شهدت مدرية موديا في محافظة أبيا مسيرة ومهرجانا جماهريا حاشدا احتفاء بالعيد الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة المسيرة الجماهرية التي نظمها الاعتلاف الوطني الجنوبي انطلقت من شوارع مدينة موديا مرددة شعارات وهتافات وطنية قتل وأصيب ستة أشخاص في فجار قنبلة يدوية بالقرب من نقطة أمنية على المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن ونقل موقع عدن الغد عن شهود عيان أن قنبلة يدوية انفجرت وسط سيارتين على بعد أمتار من نقطة العلم شرق محافظة عدن قالت الأمم المتحدة أن تسعة ملايين يمني تضرروا جراء خفض برنامج المساعدات بسبب نقص التمويل جاء ذلك في تغريدة على تويتر لمكتب الأمم المتحدة لتنصيق شؤون الإنسانية في اليمن أشرت فيها إلى انخفاض التمويل الإنساني إلى أدنى مستوياته إذن هذا ما لدينا حتى الساعة في يمان الله اشتركوا في القناة